هي عبارة عن انتقال الفرد من مكان اقامته لزيارة بعض الاماكن داخل او خارج وطنه يعني الفرد بينتقل من منزله الى مكان اخر سواء كان داخل وطنه او خارجه عشان يقوم بزيارة بعض المناطق مقاومات السياحة في الوطن العربي اي دولة في العالم لازم بقى فيها مقاومات عشان نقدر نقول عليها دولة سياحية او بلد سياحي لان اكيد مش كل الدول العالم بتقوم فيها السياحة ايه هي المقاومات دي؟ طبيعية بشرية مقاومات الطبيعية الموقع المتميز المناخ المتنوع والمعتدل الطبيعة الخلابة والمناظر الطبيعية الجميلة سواء كانت صحراوية او زراعية او ساحلية يبقى الموقع المتميز مناخ المتنوع والمعتدل والطبيعة الخلابة المقاومات البشرية لازم متوفر امن وامان تتوفر وسائل النقل والمواصلات عشان يقدروا يتنقلوا السياح من مكان لآخر برحتهم وتوافر الفنادق والقرى السياحية اللي بالتالي هيعودوا ويقيموا فيها طيب أنواع السياحة أول نوع من أنواع السياحة في الوطن العربي سياحة الطرفيهية سياحة الطرفيهية زي سياحة الشواطئ نحن نروح على البحر أو سياحة السفاري في الصحراء أو السياحة البيئية اللي هو زيارة المحميات والمناطق الطبيعية الخلابة أو السياحة النيلية اللي هي الناس بتاخد فيها مركب على النيل ده بالنسبة للترفيهية طيب العلمية والثقافية مؤتمرات المهرجانات المعارض زي معرض القاهرة الدولي أو معرض الكتاب والسياحة التاريخية اللي هي بتعتمد على زيارة المتاحف والأهرامات والمعابد والمناطق الأسرية ده تاني نوع اللي هو السياحة العلمية والثقافية طيب تالت نوع عندنا من أنواع السياحة هو السياحة الدينية اللي بنزور فيها المناطق المقدسة زي المسجد الحرام والمسجد الأقصى في فلسطين أو كنيسة القيامة طيب بعد كده ايه تاني من الأنواع؟ سياحة طبية وديه إما سياحة علاجية يعني رايحين للعلاج أو وقائية رايحين نوع من أنواع الوقاية من المرض وطبعا السياحة العلاجية بيزوروا فيها المناطق اللي فيها عيون كابريتية وفيها رمال ساخنة اللي هي بتعالج العزوم أمراض العزوم سياحة الرياضية اللي هي بيعملوا فيها مهرجانات وبطولات زي الرياضة المائية ورياضة كاس العالم ورياضة كاس أفريقيا مثلا دي بنسميها السياحة الرياضية طيب ده بالنسبة لآخر